اشتركوا في القناة ومعلمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين يقول تعالى في الآية الثالثة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدوا مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم إن ربك عليم حكيم في هذا المقطع ربنا سبحانه وتعالى يخاطب نبيه نحن نقص عليك أحسن القصص فقصص القرآن هي أحسن القصص في صياغتها في أسلوبها موضوع كتابة القصة في كل الأداب في الأداب العربي في الأداب الإنجليزي له أسليب أحيانا يبتدئون القصة بآخرها ثم يعودون إلى أولها بينما هو يمشي إذ مات فلان وهذا الفلان ثم يعودون لك إلى سرد القصة فهنا أحسن القصص بالألفاظ التي ركبت منها بالجمل التي أنشئت منها بالأساليب التي بنيت عليها بالمغازي والعبر التي تستفاد منها فلكل قصة مغزى ولكل قصة عبرة ولكل قصة عظى يعتبر بها الإنسان فقصص القرآن أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فالقصة فيها خصائص تجعل القارئ يهفو إليها منها أن العنصر الإنساني عنصر بارز فيها فالقصة دائما تتعلق بإنسان وعواطفه ومشاعره ومواقفه بارتفاعه أو انحطاطه بقوته أو ضعفه بخيره أو بشره بمنجزاته أو بفشله نعم وهذا العنصر موجود على أفضل ما يكون في قصص في قصص القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فسدس القرآن قصص القرآن أوامر ونواهي وأمثال وقصص وأمثال وقصص وتنبيع بما كان أو بما سيكون نعم هذه القصة التي سماها الله أحسن القصص ابتدأ بها قصة يوسف عليه السلام التي فيها كل المقومات الفنية للقصة الحديثة من دون إخلال بالغرض الديني بل إن خصائصها الفنية تخدم الغرض الديني وهذا درس وهذا درس لنا بدأ سبحانه فيقول طبعا هناك رواية تفيد أن الصحابة قالوا يا رسول الله لو قصصت لنا لأن معظم الآيات المكية آيات تتحدث عن وحدانية الله وعن اليوم الآخر وما فيه وعن الحساب وعن فضائل الأخلاق فقالوا يا رسول الله لو قصصت لنا أو قصصت علينا وقيل بأن هذه القصة سبب نزولها أن أحبار اليهود بطلب من مشركي مكة قدموا من المدينة أو بعضهم وقالوا يا محمد أنبئنا عن نبي نشأ في أرض الشام ثم ذهب إلى مصر ما قصته؟ وهم يعلمون أن رسول الله نشأ أميا في مكة حيث لا يوجد كتب ولا يوجد علماء بتواريخ الأمام السابقة فأوحى الله إليه قصة يوسف كاملة وفيها الكثير مما ذكر في التوراة مما يعرفونه وفيها ما لم يذكر في التوراة ذاته قال فكان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقصة يوسف لهؤلاء الأحبار كأحياء عيسى للموتى في زمانه لأنه من أين له أن يعلم هذه القصة؟ وهو لم يذهب ولم يأتي ولم يلقى أحدا ليعلمه إياها نعم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كلمة الغافلين هنا أي لا تعلم هذه القصة قبل أن نعلمك بها هذه قضية الغافل حتى ما واحد يقول الله يقول لنبيه وإن كنت من قبله لمن الغافلين الغافلين بمعنى من لا يعلم الشيء هو غافل عنه لا علم له به فأنت لم يكن لك علم بهذا حتى أعلمناك بها فكنت غافلا عن هذه القصة قبل أن نخبرك قبل أن نخبرك بها وبدأ الله عز وجل يحدثنا عن قصة يوسف مبتدئا ليس من ولادة يوسف يعني ما بدأ القصة من أولها أولها وإنما بدأ القصة من الحدث الذي بسببه تتابعت الأحداث على يوسف فهو الرؤية التي رآها إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي التاء عندما تدخل على أبي أبتي هل هي بدل يا النسبة أبتي أم هي تاء التأنيس للتحبب وإذا تم الوقوف عليها ماذا تقول العرب لا تقف إلا على ساكن ولا تتحرك ولا تصل إلا على متحرك فأنت مثلا عندما تقول تلك آيات الكتاب المبين إن حركت النون تبع المبين إذا أردت أن تقف على المبين تقول تلك آيات الكتاب المبين فإذا وقفت وقفت على ساكن طيب كيف ستقف على يا أبتي هنا تقف عليها فتنقلب التاء إلى ها تقول يا أبه يا أبه انقلبت التاء إلى ها فإذا وصلتها قلت يا أبتي إني رأيت وقيل أن يوسف عليه السلام كان عمره 12 عاما عندما رأى هذه الرؤيا يعني لا زال صغيرا إذ قال يوسف لأبيه وإذ هنا إذ الفجائية وتفيد التحقق قد قال قد قال وقع إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي طبعا كلمة قال في الماضي وهو فعلا في الماضي لكن كونك أنت عم تحدث عنها يصح أن تقول إذ يقول يوسف لأبيه لأنك تروي ما حدث والحدث كان الآن قائم في ذلك الزمان فعل مضارع لكن الآن نتحدث عنه وهو في الماضي إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي وعندما تأتي التاء على يا أبتي هي للتحبب للتحبب والاستعطاف يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أحد عشر كوكبا مع يوسف صاروا كم؟ اثناش معناتها أحد عشر كوكبا يقصد إخوته هذا التأويل الذي أوله يعقوب عليه السلام والشمس والقمر هو أمه وأبوه قيل الشمس الأم وقيل الشمس الأب والقمر هو الطرف الثاني وعندما ذكرت هذه القصة أم يوسف عليه السلام كانت قد ماتت وتزوج يعقوب بأختها فهو يتحدث عن خالته أخت أمه وزوجة أبيه بعد وفاة أمه إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هنا رب العز لم يقل لنا كيف أول يعقوب هذه الرؤية لكنه أخبرنا أن يعقوب حذر يوسف أن يقص هذه الرؤية على إخوته لأن كل والد يعلم حقيقة أولاده هو يعلم أن يوسف هو الأصغر وهو المحبوب وبالتالي ستكون هناك غير من إخوته إذا سمعوا فضلا جديدا يضاف إلى فضله السابق فربما يقعهم هذا في الحسد وربما يجعلهم هذا الحسد يفكرون بأذيته لذلك هنا ما قال لنا ربنا كيف أول يعقوب هذه لكن عاد فذكرها لنا في آخر السورة لما قال يوسف لأبيه طبعا لا أذكر الآية أنا ولكن أذكر معناها هنا هذا تأويل رؤيا من قبل لما سجد له إخوته مع الأم والأب ذكر لنا التعبير هناك انظر إلى هذه الحبكة القصصية والأسلوب لكنه هنا ركز على قضية ستكون هي التي تؤثر في مجرى الأحداث قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين إن كان لابد من كلمة عن الرؤيا الرؤيا هي ما يراه النائم أثناء نومه وهو في حالة النوم وهذه الرؤيا أو ما يراه النائم له عدة أقسام ذكرت في حديث نبوي شريف أن منها حلم من الشيطان يريد به إحزان المرء المسلم هذا ما نسميه كابوس أو رابوس أو المنامات المزعجة التي فيها رعب وفزع وواء إلى آخره قال وهناك حديث النفس كلمة حديث النفس يعني أنت تحدث نفسك بشيء قبل أن تنام فإذا ما نمت حديث النفس هذا جاءك على شكل رؤية هذا لا تفسير له يعني إنسان يفكر كثيرا مثلا في معامل له يريد أن ينجزها في دائرة حكومية فيرى هذه الرؤية هذا لا عبرة له لأن حديث النفس استقر في العقل الباطن فعاد على شكل رؤية أثناء النوم وهناك الرؤية التي لها معنى وتعبر وهي من الرحمن إذن هناك رؤية وهناك حلم وهناك منام عادي وحديث نفس أو أضغاث أحلام لا معنى لا معنى له من أطرف ما حدثنا به مشايخنا عليهم رحمة الله أن إنسان جاء إلى شيخه فقال له أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فالشيخ حتى لا يطيل الشرح قال له إذا أردت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فتأكل اليوم قبل النوم أكل مشهورة عندنا اسمها الكبة قال له بتأكل كبة وتكسر من أكل الكبة فترى رسول الله في المنام والله الرجل أكل كبة وأكثر منها ومعروف عندنا أن هذه الأكل إذا أكلت منها ستصاب بعطس شديد فأكل أكل أكل وأكثر يريد أن يرى رسول الله ونام وجاء في اليوم الثاني إلى شيخه وقال له لم أرى رسول الله قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أني أسبح في الأنهار وأشرب منها وأرى شلالات المياه وأشرب منها وأرى كؤوس الماء البارد وأشرب منها قال له هذا هو الذي أريد لو أنك تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببته كما أحببت الماء البارد بعد أكلت الكبة لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا لما جعل يحدث نفسه أنه عطش عطشان عطشان يريد الماء منامه كله كان عن الماء ولو حدثت نفسك كثيرا بالصلاة على رسول الله وبالتأمل في سيرته قبل النوم ستتراه وهذه الرؤية قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة هذا حديث في صحيح مسلم وهناك حديث سبعين جزءا فلا يوجد فوق السبعين ولا يوجد تحت الأربعين ومن أبرز ما فصر فيه هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه قبل أن ينزل عليه الوحي ستة أشهر يرى الرؤية فتأتي كفلق الصبح ثاني يوم تتحقق ما رآه تماما فإذا قصنا ستة أشهر على ثلاثة وعشرين سنة اللي هي عمر النبوة هي جزء من ستة وأربعين جزء هذا جزء من أجزاء النبوة لا ينفي أن الكافر ربما يرى رؤيا وتتحقق وهذا حدث في قصة يوسف وقال الملك إني أرى سبع بقرات سيمان يأكلهن سبع عجاف وكان في ذلك الوقت كافرا ووقعت تعبير رؤياه كما عبرها يوسف عليه السلام وهو كافر والفتيان في السجن كمان رأوا كل واحد منهم رأى رؤيا فجاءت الرؤيا كفلقي الصبح بتعبيري وتفسير يوسف له ربما يرى الكافر لكن هذا من قبيل القليل أو النادر أما الغالب أن رؤيا المؤمن لا تكاد تخطئ وخاصة إذا كثرت الفتن في آخر الزمان كما جاء في الحديث لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ لأنه في كثرة الفتن يحتاج الإنسان أن يسبت الله قلبه بالإيمان فتأتيه الرؤيا الصادقة لتسبته على الإيمان كنوع من أنواع تثبيت الله للمؤمنين بالقول الثابت نعم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وذهب إلى أبيه لما أراد أن يقص عليه وهذا هو الأدب النبوي إذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليحمد الله ولا يحدثها إلا لمن يحبه لأنك قد تحسد حتى على الرؤية وهذا ما فعله يوسف ذهب إلى أبيه أحب الخلق إليه فحدثه بها إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وتعبير الرؤى مأخوذ أولا من القرآن فأنت لما ترى كواكب معناته أناس فاضلين لأنه عبرت الرؤية هنا بإخوة يوسف والشمس والقمر عبر عنهم بالنبي عقوب زوجته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر تزوج السيدة الصفية بنت حييء بن أخطب طبعا بعد أن أسلمت أبوها كافر من أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل صبرا ضربت عنقه بين يدي رسول الله في غزوة بني قريضة زوجها كافر وقتل عند فتح خيبر وهي أصلها من اليهود قال فلما بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد إخضرارا تحت عينها اليمنى أو اليسرى فقال ما هذا يا صفية قالت قبل أيام من وصولكم إلى خيبر وتحاصر خيبر رأيت رؤيا قال ماذا رأيت قال رأيت أن القمر في ليلة البدر وهو في أعلى السماء سقط من السماء ووقع في حجري فقصصتها على زوجي اليهودي لماذا تكافر وكان عالم من أحبار اليهود قال فلطمها على وجهها وقال تتمنين محمدا أن يكون زوجا لك لأنه علم بما عنده من علم أن القمر لا يمكن تأويله إلا بأفضل خلق الله في ذلك الزمان وهو يعلم أن أفضل خلق الله في ذلك الزمان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة وفعلا وقعت سبيا في أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها بعد أن آمنت وتحققت رؤيتها فعندما ترى أنت نجوم أقمار شمس فهذا يعني أناس صالحين في أعلى درجات الصلاح على حسب ما رأيت نجم متوهج نجم خافت شمس قمر إلى آخره رأيتهم لي ساجدين أي خاضعين تابعين لي أي سأكون أنا الأعلى مقاما بينهم وهم تابعون لي مع أن يوسف أظهر إخوته يعقوب عليه السلام علم هذا التأبير والتأويل فقال يا بني لا تقصص رؤيك على أخوتك فيكيد لك كيدا أخ ويحصد أخاه نعم وربنا قص علينا قصة قابيل مع هابيل حسده ووصل به الحسد إلى أن قتله قتله يا رجل أخ شقيق من أم وأب يصل به الحسد أن يقتل أخاه ممكن يتحجر قلبه وتعمى بصيرته فلا يرى إلا هوى نفسه يريد أن يحقق هوى نفسه وهوى نفسه الذي يمنعه منه أخوه فيقتله وهذا ما حدث مع يوسف أو قريبا منه يا بني لا تقصص رؤيك على إخوتك فيكيد لك كيدا الكيد هو التدبير الخفي الذي لا يعلم به إلا من يسمعه واحد أو اثنين أو ثلاثة حاكوا خطة مؤامرة ولم يعلم بها أحد هذا اسمه كيد أو مكر وهذا يكون في الشر ويكون في الخير وما يحق المكر السيء إلا طالما في مكر سيء معنى في مكر حسن وكذلك الكيد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا هم لهم تدبير خفي وأنا لي تدبير خفي وسنرى من الذي سيتحقق كيده فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين لأن الشيطان سوف يسيطر على إخوتك من خلال حسدهم لك وقديما قالوا صفات الإنسان هي مداخل الشيطان للتحكم بهذا الإنسان يعني الشيطان يدرسك أنت بتحب القروش فبيوقعك بالمعاصي من خلال محبتك للقروش بتحب السلطة والجاه بتحب النساء بوقعك بالمعاصي من خلال حبك فصفات الإنسان هي مداخل الشيطان قالوا فيكيد لك كيدا بوسوسة الشيطان لهم إن الشيطان للإنسان عدو عدوا مبين ولكن كما قيل كل مال جاوز الصندوق طاع كل سر جاوز الإثنين شاع فمع أن يوصف التزم ولم يحدث إخوته لكن الرؤية شاع ذكرها فعلم بها الإخوة وحدث ما حدث والله غالبون على أمره وفي هذا القدر كفاية والحصول الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة